في إطار حملة النظام المستمرة لتجنيد الشبان السوريين وإجبارهم على القتال في صفوف ميليشياته امتنعت شعب التجنيد التابعة للنظام عن منح أذونات السفر للشبان الراغبين بمغادرة البلاد مصادر من شعب التجنيد قالت إنها ستستمر بمنع منح أذونات السفر لحين جدولة أسماء المطلوبين للإحتياط والانتهاء منها على الرغم من إعلان النظام عن شطب أسماء المطلوبين للخدمة قبل أيام قليلة وهو ما تحدثت عنه صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي تخبط النظام في إصدار قراراته والتراجع عنها لاحقا أو إلغائها دون أي إعلان أو إنذار مسبق هدفه بحسب البعض التضييق على تحركات السوريين داخل مناطق سيطرته خصوصا الشباب منهم الذين يطمحون للفرار إلى الخارج خشية إجبارهم على القتال معه أو الاحتفاظ بهم لسنوات دون تسريحهم وتسهيل مهمة القبض عليهم وسوقهم للخدمة الإجبارية أو الإحتياطية في صفوف ميليشياته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر